قولي بقى الخدعة بالنسبة للكبير في من أهم المشاهد يعني دي ومشهد التربيزة اللي بتتكسر بعروسة صغيرة عبارة عن قطن أيوة العروسة بتاعته اللي هو كان مسميها أنابال أيوة العروسة اللي هي فيها الشتوان دي فهي الفكرة كلها إن العروسة دي اللي بتتحدف من فوق العروسة المفروض إن هي وزنها لا يتعدى تقريبا من نص كيلو فإحنا بنحاول زي نقدر ننفذ رؤية المخرج إنه المخرج عايز دي بتتكسر عن طريق العروسة بس إزاي نقدر نعمل دوت فطبعا التربيزة معمولة من خشاب خاصة بفكرة اللي هي التركاج لأن إحنا التركاج ده هو كل ما هو فيك في مجال السينما زي الخناجر الشوم السكينة أي ماتيريال فيه نوع من أنواع الخطورة على الممثل فده بيتعامل بطريقة تانية حاجة اسمها التركاج بيبقى فيك بس بيبقى كوبي بست من الحطة الأصلية ما تفرقوش ما تفرقوش يعني هي فيه تربيزة ركور أصلا في المشهد دوت اللي هي التربيزة الأصلية وزدها فوق الستين كيلو مثلا دي وزنها كله ممكن مثلا ما يتعداش التلاتة الاربعة كيلو أوكي فبتبقى معمولة من خامات معينة من خامات معينة بس يعني العروسة القطن اللي وزنها ما يعديش نص كيلو برضي تتقدرها مع الحدفة دي إنها تكسر التربيزة حتى لوزنها الاربعة كيلو ما أنا أقول لحضرتك بقى هي الفكرة بقى أن هي دي رؤية المخرج بيبقى طالب شط معين في مشهد معين برؤيته هو المنفذ الخدعة السلمائية بقى وظفته إنه هو يعمل كرياتيف للفكرة إزاي هتتنفذ بحيث إن مثلا تربيزة زي ديت هو كان المخرج سوزة أحمد جلني كان عايز إن هي تتفكك وتتربط تاني عشان لو ياخد تيك أو اتنين أو تلاتة هو خد من أول تيك يعني اقتنع بها جدا من أول تيك يعني عجبته جدا الفكرة إن جوا التربيزة دي فيه ميكانيزم فيه ميكانيزم بيخلي مع أي لمسة بتضم بتضرب لوحدها الجناب فهي دي بقى الفكرة إن المنفذ الخدعة السلمائية إزاي يقدر يحقق رؤية المخرج بالشكل اللي هو يبقى فيه أمان ويحقق اللي هي زي ما بقول لحضرتك اللي هي الواقعية الموضوع يبقى واقعي واقعي جدا إن يعني المشاهد يعني لازم تبقى شايفة الحاجة واقعية صح وده برضو بيبقى تنفس مثلا في الحرائق فيوزة خروج الدم خروج الدم من الجسم لازم يبقى واقعي فيوزات دي لازم تحكيلي عليها حبة بس الأول عندي سؤال على مسألة الميكانيزم اللي بتحطي في تربزة زي دي ميكانيزم ده بقى إحنا بنشتريه ولا رامي المصري هو اللي بيصنعه لا ده بيتصنع وبيت ما فيش حاجة زي كده بتشارع دي كلها حاجات بتبقى هندميت فرامي والتيم هم اللي بيعملوا ده بنعمل دعاق بتعود وتشتغلوا بقى على ده بنعمل نشتغل على ديته وإزاي نقدر نحقق الفكرة ديت بنبلمسة واحدة من العروسة نقدر نفتح الترابيزة وتنزل مكسرة وتباني إن هي اتكسرت بفعل للعروسة فهي الصعوبة بتبقى في الكريات بتاعت الموضوع إزاي تقدر توصل للكونسبت ده يتحقق إزاي ودي هندسة كمان يا عربي هي بتبقى آه في حاجة فيها بتبقى معايير كده إن انت بتوزع أوزان في الحاجة يعني بتشوف السقل بتاعتها لا مش مهندس بس هي الفكرة الفكرة إن هي بتبقى محتاجة بس زي ما بقول لحضراتك محتاجة مجود فكري شوية إن انت تقدر إزاي تقدر تطلع دي بالشكل اللي محتاجه المخرج وتحقق له رؤيته اللي هي الصحة لها 100% حلو